ننتقل إلى أحمد في القدس هذه الاعتداءات أحمد ربما ليست جديدة لكنها تلقي مزيد من الضوء على تصاعد حدة الخطاب العنصري تجاه الفلسطينيين في الداخل ما التفاصيل المرتبطة بهذه الأحداث؟ صحيح زهر نحن نتحدث عن بلدة أبو غوش هي تقع داخل الخط الأخضر هي تقريبا القرية الوحيدة التي لم تهجر من محيط مدينة القدس عام 48 هجمات المستوطنين على ما يبدو لا تميز بين البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر أو خارج الخط الأخضر على جانبي الخط الأخضر بدأت هذه الاعتداءات تحديدا في بلدة أبو غوش في نوفمبر الماضي بعد انتخابات الكنيسة بسبب معاقبة أهالي البلدة لتصويتهم للتجمع الوطني الديمقراطي في تلك الانتخابات فيما يتعلق بالهجوم اليوم العبارات التي خطت على الجدران غير واضحة لكن يستشف منها أنها لمعارضة الاعتقالات الإدارية التي فرضها وزير الأمن الإسرائيلي يوأف قلنت على يهود مدانين بيئة الإرهاب نتيجة لحرقهم منازل في الضفة الغربية الآن ردا على هذه الاعتقالات تتكرر الهجمات داخل الخط الأخضر تحديدا في بلدة أبو غوش أربع سيارات حركت بالإضافة إلى إحراق محل تجاري الاعتداء السابق كان أكبر هذه المناطق تخضع لسيطرة الشرطة الإسرائيلية لكن إلى الآن لم يتم الكشف عن اعتقالات خلال الساعات الماضية كما لم يتم الكشف عن محاكمات جرات أو حتى اعتقالات نتيجة للاعتداء السابق نغمى مرور كثير من الوقت عليه منذ نوفمبر الماضي ورغم أن معظم الأعضاء في هذه العصابات معروفون لأجهزة الأمن الإسرائيلية ما حدث داخل الخط الأخضر في بلدة أبو غوش بالإضافة للاعتداءات الأخيرة تحديدا في ترمسعية وفي أمصفا وفي غيرها من البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر وأبرزها حوارة تظهر أن الخشة الأساسية خلال الفترة المقبلة وربما خلال السنوات المقبلة هي ليس من السياسة الأمنية الإسرائيلية فحسب إنما أيضا من اعتداءات المستوطنين التي تأتي جماعية طبعا في الضفة الغربية هي أوسع بشكل كبير جدا هجوم حوارة شارك فيه نحو 200 مستوطن بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي هنا الخشة الأساسية أنه في حال سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية أو في حال استمرار أزمتها فإن اليمين الإسرائيلي قد يفرغ الغضب الموجود لديه بمزيد من الاعتداءات على الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر ترجمة نانسي قنقر